خبرين هيك على السريع عن ريال مدريد وتشكية ريال مدريد لمواجهة دورتموند اللي فيه بعض المفاجآت فإذا وصل لك فيديو وأعجبك المحتوى وتابعك بطريقك معناك خسر عن شيء تشكية ريال مدريد الرسمي لمواجهة دورتموند قدامكم بالصورة اللي غريب والعجيب عدم موجود كما فينغا وتشواميني يعني واحد منهم مش موجود أوكي تشواميني ممكن ما نجاهز بعد ما طلعت أخبار من عنده قصة في العضل ولكن كما فينغا موجود هل معقول نشوف بيلنغا مع بياخد أدوار توني كروس مع أدوار دفاعي ما بعرف مين رح ياخد الأدوار الدفاعي أو سنائي محور مثلا مودريتش مع فالفيردي خلينا نشوف كايسبورد بتقول لك ليفاركوسين عايب يستعدوا بيتجهز لحتى يودع ألونسو والأندي المرشحة أكيد ريال مدريد بالدرجة الأولى والستي داخل على الخط شوف ممكن يكون خبر واقعي شوي خصوص الروديير كيبر بالعمر من صغير أتوقع عمر صغير 32 يعني السنة الجاي 33 إلى 34 بودع حتى فينيسيس جونيور ما زادت الأخبار عم تربطوا في السعودي ولكن أنا بستبعد هاي الأخبار نهائيا مجرد تقارير صحفي ترويج إعلام طيب تقولي بالتعليقات شو توقعاتكم للمباراة اليوم والنتيجة ولا تنسوا المعلق راح يكون حسن العيدة روس على البرنابي يو لايك فولو على مدريد